السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الاكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل بورك محشب الدجاج نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندي زيت نباتي وسخنت زين وضفت له ثلاثة صدر دجاج مقطع مكعبات طبعا هذا الصدر قطعته مكعبات وغسلته وخليته بالمصفي ومنسخن الزيت زين ضفت هذا الدجاج وتركته الى ان نشف بهالصورة بدأ ينشف وراح ينشف كامل يعني صرف مرناشف يروح منه المي هنا ضفت له واحد حبة بصل مفروم ناعم قلبته بهالصورة وضفت له اثنين حبة فلفل حلو متوسطة الحجم اللي حبايا ما لتصير مقطع مكعبات قلبته قليلا وضفت له رشة فلفل اسود واحد ملعقة اكل ملح قلبته هنا اضيف له رشة كاري ورشة فلفل احمر بابريكا واحد ملعقة اكل معجون طماطا قلبته وحمسته زيان وريحته كلش طيبة طلعت وراح ابقى حمسه شوية وبعدين اشيله وانا عندي ورق البورق جاهز اشتريتها من الاسواق العربية هذا هو اذا متوفر عدكم او اكو شبيه الى ممكن تستعملوه هذا هنا هاي القطع مثلثات مقطعة يعني واكو انواع غير مقطعة ممكن تقطعوها ممكن تستعملوها هنا خليت جزء من خلطة الدجاج وثنيتها من الجوانب ولفيتها بهالصورة وهذا الجزء الاخير او الراس المثلث خليت له هنا شوية مي مسحته بشوية مي وسديتها بهالصورة هنا بديت بوحدة ثانية وهكذا الى ان اكمل كل الكمية راح يزود عندي من الورقة راح احشيها انا عندي شوية لحم مفروم محتفظة به حشيت به جزء من الورقة اللي بقى عندي وجزء حشيته بجبن عندي جبن تشدر دائما نسألوني شو استعملت جبن تشدره ايضا راح استعمله واثرامت له شوية نعناع اخضر او ممكن تستعملون اليابس اذا ما متوفر عدكم خلطت ويت جبن النعناع وحشيت به ايضا صار عندي ثلاث انواع بالدجاج وباللحم المفروم وبالجبن مالة اللحم لا يحتاج تشوفوها لانه اللحم مفروم مثل مالة الكبة ولفيته يعني حشيت به في الورقة وهسا هذا جبن نفس الشي هاي الاكلة لذيذة جدا وتصلح للسحور او للعشاء وسهلة ممكن تحضرون الحشوة وتحتفظون بها بالثلاجة وبعدين تلفوها بهالورقة يعني مو صعب عليكم وممكن ما تقلوها ممكن تخلوها بصينية الفرن وتشووها يعني نفس النتيجة تنطي تابعوني على انستجرام اراكي فوت كيف هنا شوفوا شلون خليتها بهالاكياس وراح احتفظ بها بالمجمدة الزايد عندي يعني هنا قلت جزء منها والجزء الثاني احتفظ به بالمجمدة بهالاكياس وهنا اضفت لها لبن رائب هذا لان اللقطة لقيتها مصايرة فبس اشوفكم وهنا عندي قليل من السمن او الزبت ذوبته وضفت له رشة فلفل احمر وضفته فوق اللبن رائب صار عندي خلطة لذيذة جدا ممكن تصبوها فوقها او تخلوها بكاسة و تغمسون بها بالحالتين نصير وهذا شكلها النهائي جربوها ان شاء الله تعجبكم والف عافية